الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعده أهلاً ومرحباً بكم في لقاء جديد وليف جديد من ليفات يوم الاثنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم أمين النهاردة نخش في موضوع حساس جداً ومهم جداً وتقريباً ما بيسلمش منه حد ولو أنت سلمت منه بفضل الله سبحانه وتعالى فأكيد تعرف حد لم يسلم منه وهو الموضوع الوسواس أو نقدر نقول خلينا النهاردة نحاول نتكلم على الوسواس والشبهات في نفس الوقت لأن الوسواس حاجة والشبهات حاجة أو ممكن نوصل لدرجة أن الوقت ربنا يبارك فيه ونتكلم عن عموم الخواطر السيئة اللي بتأتي للإنسان وإزاي الإنسان يميز الخطيرة السيئة بس من الوسواسة اللي هي فعلاً ممكن تدمره وتدمر حياته فعلاً يا جماعة الوسواسة لو مسكت في حد فعلاً تدمر حياته فالإنسان لو عنده وعي مبكر بموضوع الوسواسة بيعرف يتعامل معها بيعرف يميزها بيعرف يقفها عند حدها يعني والله العظيم سيتعافى من بلاء رهيب رهيب يعني أنا رأيت ناس يبتلوا بهذا الأمر واسترسلوا معاه استرسلوا مع هذا الأمر وللأسف يعني لم يأخذوا بالنصائح واصل مرحلة صعبة جداً 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 فنسأل الله السلام والعافية يعني فالإنسان كل ما كان عنده وعي وكل ما كان فاهم الموضوع كويس وكل ما كان بيتعامل بحزم مع الموضوع دوت كل ما كان الموضوع نقدر نلمه يبقى أسهل فإن شاء الله اللي حيسمع اللقاء دوت حينتفع به أو على الأقل اللي حينفع غيره ونسأل الله أن يعافينا جميعاً من كل بلية والله ما أمين طيب خلينا نبدأ ننطلق بسرعة أن احنا النهاردة هنتكلم عن إيه احنا نتكلم عموماً الفكرة العامة النهاردة عن الخواطر اللي بتأتي لزهن الإنسان وطبعاً أكيد نقصد الخواطر السيئة تمام نقصد الخواطر السيئة لأن الإنسان يعني لا ينفك عن خواطر دايماً إنسان فيه خواطر في دماغه والمخ ده يا جماعة عمل زي المكنة اللي بتضحن أي حاجة يعني هي على طول بتضحن المخك ده ما بيقفش تمام أحياناً واحد بيتعب من التفكير واحد يقول لك أنا بتعب من كتر التفكير مخي ما بيقفش هو فعلاً ما فيش حد فينا مخه بيقف يعني هو دايماً شغال هذه المكينة طول ما أنت صاحب أو أنت نايم يعني يعني بتفضل شغالة على طول بتضحن حاجة شغالة في حاجة فإما أنك أنت عشان كده يقول لك نفسك إلا أنت شغالة أيه بالحق شغلتك بالباطل لأن المكنة ديت لو أنت ما حطتش فيها حاجة مفيدة هي هتشتغل على أي حاجة وخلاص وأحياناً في ناس عندنا الموضوع بزيادة فعلاً عقله بيشتغل بشكل مرهق فعلاً يعني يعني ما بيقدرش يوقف الأفكار وتسلسل الأفكار وتتابع الأفكار بغض النظر هي الأفكار ديت لأن إحنا زي ما قلنا أفكار اللي بتأتي الإنسان على أنواع ممكن فيه نوعين من الأفكار مش مزعليني في حاجة تمام؟ وفيه النوع الثالث اللي هنتكلم عنه النوع الأولاني طبعاً الأفكار الحسنة الأفكار الحسنة إنسان بيفكر تفكير كويس إيجابي بيفكر في خطة بيعملها بيفكر في مذاكرته بيفكر في عبادته بيفكر في صلاح قلبه بيفكر يعمل خطة لحفظ القرآن بيفكر ده أفكار جيدة أو حتى بيفكر في أمر مباح هنأكل النهار ده هنشربه يعني هتفسح فين ده كل ده ما يزعلنيش دي كلها أفكار جيدة ما تزعلش الإنسان وده مش مجالي وعمر ما الأفكار الحسنة بتتحول لحاجة سيئة ولا بتوديك للوسوسة والكلام ده لكن دي أفكار حسنة بتاعت الإنسان فإن ده مش مجال إن إحنا نتكلم فيها النهار ده في أفكار تانية بتيجي هي يعني ملاش قيمة زي مثلاً شوية هواجس هواجس من حاجة شغلاك زي إيه مثلاً وعادةً الأفكار اللي هي الهواجس ديت اللي هي خفيفة وبتعدي دي ملاش ملاش حكم بالنسبالنا ومش شغلانة بتبقى مربوطة بحاجة هي شغلاك فعلاً هي أصلاً شغلاك يعني أنت مثلاً عندك امتحان بكرة فدمغك طول الوقت بتفكر في الامتحان دي مش 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 هوسوسة ولا أي حاجة لأن طبيعي واحد عنده امتحان بكرة أكيد دماغه وتفكر في الامتحان تمام؟ واحد مثلاً مشغول مثلاً حيصلي بالناس مثلاً فمشغول بالمراجعة ودماغه على طول في القرآن اللي هيصلي بيه طبيعي أي حد مثلاً واحدة ابنها في مشكلة وراحه وحيرجع لها شغل دماغها على طول مشغولة بيه كل ده طبيعي فأي حاجة هي أصلاً هي حواليك هي موجودة والموضوع شغلك فبيجي في أفكارك كتير ده مش شغلني ده مش فارق معايا لأن ده طبيعي يحصل حتى لو جاف منامك لو جاف منامك ملوش حكم يعني يقولك دوت لو واحد مثلاً قبل ما ينام ليلة الامتحان حلم بالامتحان حيقولك ده أصلاً ده طبيعي ده مش رؤية ولا من الشيطان ولا لها حكم أصلاً لأن ده طبيعي واحد عنده امتحان بكرة فكر في الامتحان فنام حلم بالامتحان ده ملهاش تفسير تمام واحدة ابنها داخل حتولد بكرة فهي نايمة حلمت بالولادة طبيعي واحدة ابنها داخل عملية فهي نايمة حلمت بابنها كل ده وارد وارد أن الأفكار دي تجيلك كتير وارد أن البل تجيلك في المنام ودي ملهاش عندي اعتبار يعني أنا مش بركز في ديت لأن ما فيش حد طبيعي ده العكس هو اللي مستحيل أن أنت تدفع عن نفسك فكرة هي أصلاً حواليك مستحيل مستحيل أقول لك ليلة امتحان ما تفكرش في امتحان ولا ليلة داخل فيها عملية في المستشفى موضوع ما يشغلكش فدي مش شغلاني لأن دي طبيعية فدي ملهاش حكم بالنسبالي لا هي باعتبارها وسوسة ولا خواطق دي عادية مجرد ما العملية خلصت صح التفكير هيخلص فده ده ليل أن هي كانت مؤقتة مجرد ما الامتحان عادة أنت بتفكر في الامتحان اللي بعده فده دليل أن هي برضو كانت فكرة مؤقتة فدي مش شغلاني فدي ما تحسبهاش ما لهاش حكم ما لهاش اعتبار حتى لو جات في منام غالباً ما بيكونش لها ما بيكونش لها تفسير لأن ده شيء طبيعي يحصل لك بل اللي مش طبيعي إن ما يحصل لكش فده مش شغلني تمام؟ مش شغلني الأفكار الحسنة اللي بتيجي لأن ده حاجة كويسة ياريت ودي أصلا هتكون من علاج الأفكار السيئة زي ما حنبين ومش شغلني اللي هي الهواجس اللي بتيجي تبع لموخف بالفعل هو حاصل لأن ده طبيعي واللي مش طبيعي إنه ما يحصلش أنا اللي شغلني بقى للنوع التالت من الأفكار اللي هي الأفكار الهدامة الأفكار السلبية الأفكار السيئة طيب إيه الأفكار الهدامة والأفكار السلبية والأفكار السيئة ديت الأفكار ديت بالنسبة لي هتبقى على أنواع نوع متعلق بالأعمال تمام يعني مثلا واحد عنده أفكار سيئة خواطر خلينا نقول الأفكار الأخطر الأول أفكار متعلقة بالعقائد يعني حاجة بتجيله في دماغه تبع العقيدة خلاص دي الفكرة الأولى وحنفرق دلوقتي ما بين الشبهة والوسوسة حاجة متعلقة بالعقيدة حاجة متعلقة في الإيمان بالله الملايكة حاجة كده متعلقة بالاعتقاد عموما فبتجيله أفكار في الباب دوت خلاص ده ده نوع فكرة من الأفكار اللي هي لإيه اللي احنا عايزين نشوف هنتعامل معها إزاي الأفكار الصعبة الأفكار اللي ممكن تدايقك الأفكار ممكن تأذيك النوع التاني من الأفكار جوه الأفكار اللي ممكن تأذيك الأفكار في أعمال حاجات سلوكية التفكير في الإباحية التفكير في عمل جريمة التفكير في الزنا التفكير في فعل منكر معين العزم على شيء سيء افكار فيها مثلا حاجات مش كويسة بتفكر في حاجات شمال بتفكر تعمل حاجة غلط فدي افكار بتيجي للانسان ايه حكم الافكار ديت وامتى تكون الافكار ديتحسب عليها ولا مش هتحسب عليها فعمومة هل الافكار ديتحسب عليها ولا لأ طيب خيب انا نرجع للتقسيم الاول احنا قسمنا الاول افكار حسنة دي كويسة افكار هواجس اللي هي تبع معاضيع شغلاني دي مش سيبك منها افكار التالتة اللي هي الافكار السيئة قسمناها لافكار متعلقة بالعقائد وافكار متعلقة بالسلوك فلسه بقى جوه هنقسم هل الافكار دي بتضرني ولا ما تضرنيش هتحسب عليها ده الموضوع اللي جايين نتكلم فيه تخلينا ناخد الجزء الاخطر بالنسبة لنا الاول والافكار السيئة المتعلقة بالعقائد الافكار السيئة المتعلقة بالاعتقاد تمام لان الافكار السيئة المتعلقة بالاعتقاد ديت هتنقسم عندي القسمين واركز كويس انا فين عشان ما تتنشي مني الافكار السلبية او السيئة او اللي بتتديقني اللي هي متعلقة بالايه بالاعتقاد حلو ومثلها ماشي خلينا اول في الاعتقاد الافكار دي هتبقى نوعين. النوع الاول شبهة والنوع التاني وسوسة. اه هنا بقى نبتدي نفهم. احنا فين? احنا في الافكار السلبية. وفي جزء العقائد. خلينا الاول في جزء العقائد. خلينا سيبنا من الافكار السلبية في الايه? في العمل ديت دلوقتي. اه الجزء المتعلق بالعقائد. ان انا بيجيلي فكرة سلبية في العقيدة. ان انا اه 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 عندي شبهة جات لي شبهة معينة في الامان بالله شبهة معينة في الامان بالكتب شبهة معينة في الامان بالرسل طيب هل كل الافكار اللي بيجي لي دي شبهة لأ في حاجة اسمها شبهة وفي حاجة اسمها وسوسة اه ايه الفرق بقى عشان انا بفتكر ان كل حاجة بتيه في دماغي شبهة وبالتالي بحاول اطلو عليها رد ولما بيتردلي عليها بيخش في اللي بعديها وفي اللي بعديها وفي اللي بعديها وما بيخلص طب أسأل ولا ما أسألش طب أنا تعبت من كتر الأسئلة اللي بتيجي في دماغي هنا بقى لازم أول حاجة لازم نمسكها دي لو مسكناها يبقى خلصنا نص الموضوع وهي إيه وهي كيف تميز الشبهة من الوسوسة لأن ديت لها تعامل ودي لها تعامل تاني خالص دي لها تعامل ودي لها إيه تعامل تاني خالص فالأول بتحدد اللي بيجي لك في دماغك دو شبهة ولا وسوسة طيب أعرف إزاي الشبهة من الوسوسة طيب خلينا نقول الشبهة الشبهة هي عادة بتأتي مثلا مع المذكرة أو الدراسة أو طلب العلم أو سماع بعض الدروس فأتي في زين الإنسان حاجة التبسط عليه في دليل ما يعني فيه نص نص شرعي أو مجموعة نصوص فصاحبنا بيحاول يفهم النص فجاله فهم فهم مغلوط أكيد طبعا الشبهة بتبقى فهم مغلوط فجاله فهم مغلوط فأشكل عليه أشكل عليه فبقى عنده شبهة فيه فبيسأل نفسه والله طب كده ازاي طب ما ما ينفعش زي مثلا يقرأ نصوص مثلا القدر فوما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأتي شبهة يقول طب طب طالما كده كده ربنا اللي بيشاء أعملنا يبقى احنا بنعمل ليه دي اسمها شبهة تمام مثلا يأتي شبهة مثلا في موضوع الجنة في موضوع النار فهو أشكل عليه فهم معين في النص الديني فيقول مثلا طب ربنا طالما هو اللي خلقنا وكتب أعملنا قبل ما يخلقنا مثلا طيب ليه حيحسبنا على ايه واحنا نعمل ليه والكلام ده دي اسمها شبهة مجرد سؤال عادي مرتبط بنص ديني أشكل عليه فهمه تمام وهو مش قادر يستوعب الإجابة الصحيحة طيب الشبهة هي عبارة بتبقى في العادة سؤال واحد هو سؤال واحد وصاحبه مشكل عليه تمام وبسبب فعلا نص حقيقي يعني هي ما جاتش لوحدها هو فعلا كان فيه نص معين كان بيقراءه أو بيذكره أو درس سامعه فجاله إشكالية في مسألة المال وعادة بتبقى سؤال واحد مثلا خد بقى الفرق المؤثر جدا اللي جاي ده وقت وهذا السؤال مش بيلح عليه تاني تاني السؤال مش بيلح عليه مش قاعد يعمل كده في دماغه دي الوسوسة بتعمل كده بتقول تخبط على دماغك مش بيلح عليه هو سؤال في باله وما عندوش مشكلة الإجابة تتأخر ما عندوش مشكلة الإجابة تتأخر يعني لو الإجابة تأخرت هو مش هيحصل له حاجة لما الإجابة تتأخر مش بيتوتر مش بيقلق مش بيخاف مش بيقعد حاس إنه فيه حاجة بتاكله ومجرد ما يقابل شيخ أو يسأل حد أو يدور عن نت ويلاقي الإجابة الموضوع بيسكن مباشرة وبينتهي ومش بيجي له حاجة وراها على طول بتقف خلاص تماما لغاية ما بعد كده مثلا في مرة ما جاله شبهة تانية فيقرر إنه هو يسأل تاني فيلاقي الإجابة فيسكن والموضوع بينتهي فالشبهة عبارة عن في العادة بتكون متعلقة ببعض النصوص الدينية اللي أشكلت على شخص ما وبيبقى في العادة سؤال واحد وبيبقى سؤال عادي مش معجزة يعني ومش بسؤال بيعضي لح عليه ويطرق ذهنه ويحسسه دايما بالقلق والتوتر طول ما الإجابة ما جاتش عادي ممكن الإجابة تتأجل أنا عارف إنه فيه رد بس أنا اللي مش فاهم يعني فأكيد الشيوخ رده عليه فمش مشكلة لما قابل الشيخ هسأله فمجرد ما يقابل الشيخ أو يدور عن نتة ويقرأ حاجة تانية فيها رد خلص بيستريح تماما وبينتهي الموضوع وبيكمل طريقه عادي ومش بيحس إن فيه أي مشكلة عنده دي شو اسماء دي شو اسماء شبهة ودية الحل الحل بتاعها هو إيه هو السؤال هو السؤال بقى اللي أقول لك بقى الحل كمان أحيانا في الشبهة تزول من تلقاء نفسيها يعني إيه يعني أحيانا واحد يجي لي شوبهة في مسألة ملقاش حد يجاوبه عليها فبيحصل إيه كبر دماغه بيحصل ما بيحصلش تاني بيحصل ما بيحصلش طب كبر دماغه ليه مثلا بيحصل مثلا أنه هو صلى وصامه ورق قلبه فبيقعد يقول هي أكيد لها إجابة يعني حتى لو أنا يعني مش عارف مش مشكلة يعني مش مش شغلني أو يعني فلو ملقاش حد حد يجاوبه مش بتضايقه عادي هو عارف أنه فيه إجابة بس هو مش لايه فرصة أن حد يجاوبه فمجرد أنه هو مثلا سمع درس رق قلبه صلى شوية ممكن أن يكبر دماغه من موضوع الشوبهة كله ما يسألش فأحيانا الشوبهة بتزول لوحدها حتى بدون سؤال عشان كده بيقولوا أن علاج الشبهات حكتين العلم النافع والعمل الصالح أن إنسان يتعلم ويعمل صالحا زي ما قولنا لأن بعض الشبهات بتحتاج أن أنا أسأل أنا عايز أسأل فالسهل بحتاج علم فأطلب العلم إما بالكتب أو من أسأل في النت أو بأسأل شيخ فده العلم العلم النافع بل وأحيانا الشبهة بتروح من غير ما أسأل بالعمل الصالح هيك شخص يصلي شوية يصوم شوية يسمع درس رخائق بتاع يكبر نماغه وما يسألش أصلا وهو مطمئن جدا جدا يعني مثلا سمع درس عن حكمة الله تعالى وسمع أن الله حكيم كان عنده شبهة في حكم شرعي فقال لك هسأل ليه وهو ربنا حكيم أنا اللي مش فاهم وخلاص يعني مش لازم أعرف ليه ربنا فرد الحجاب ليه العصر أربع ركعات اسألة جات له فممكن سمعت اسم الله الحكيم وكل ده عايز برضو تسأل ده يا عم مش لازم نسأل خلاص ربنا حكيم وخلاص فممكن حتى بالإيه بالعمل الصالح برقة القلب يكبر دماغه عن السؤال وما يسألش أصلي خلاص يبديش شبهة خلي بالك عشان التعريف ده ويفهمك لطبيعة الشبهة هو اللي حيميز لك اللي هي الوسوسة لأن زي ما قلنا الشبهة علاجها في طالب العلم عكس الوسوسة هنشوف زي دلوقتي الوسوسة ما هي طبيعة الوسوسة الوسوسة هي افتراضات عقلية تتولد ذاتيا بصوا جماعة للأمانة للأمانة الحقيقة المحاضرة دي استفدت جدا جدا من الدكتور هيسام طلعت يعني أكاد أكون سمعت له كل الفيديوهات اللي تكلم فيها على الوسوسة واستفدت جدا منها فعموما أنصحكم عموما أنكم تسمعوا للدكتور هيسام طلعت في كل حاجة يعني أي حاجة أي فيديو للدكتور هيسام طلعت تسمعوا خاصة إذا كان بيتكلم فيه مسألة الوسوسة هتلاوله فيديوهات كتير متعلقة بالوسوس في العقيدة مفيدة جدا فالأمانة أنا استفدت كتير من الدكتور هيسام في الباب دوت ومجرد أن أنا بحاول أوصل لكم المعلومة بشكل ميسر ونفهمه مع بعض يعني جزاء الله خيرا ربنا يبارك فيه وينفع بيه يا رب الوسوسة هي عبارة عن إيه عبارة عن افتراضات عقلية تتولت ذاتيا يعني ممكن أنت مفيش حاجة ممكن ما تكونش فيه درس مفيش مسألة مفيش نص شرعي مفيش كتاب مفيش أي حاجة أنا أقعد مع نفسي كده مرة واحدة جاه في دماغي إيه هاجئ فرضة افتراض كده غريب وغالبا بيكون افتراض غريب وعادة بيكون ملح جدا ملح جدا وبيكون يسبب لك قلق وتوتر شديد وحاجة ملحة إلى السؤال طشع انت لو ما سألتش هتموت هيحصل لك حاجة تمام وبتبتدي تأكل أفكارك كلها تخليك تهنج مش بتفكر في حاجة غيرها ومش قادر عايز كأنك مدمن وعايز الإبرة أو عايز الحقنة أو عايز الشمة فمجرد ما ياخد الشمة أو الإبرة بيشعر أنه ارتاح لكن مدمن كالعادة بعد شوية بيرغب في إيه في المادة الإدمانية تاني فلوسوسة شبه الإدمان بتاخد جرعة إيه الجرعة الإجابة أو الفعل المعين اللي انت عايز تعمله فتستريح فتظنك استريحت ففجأة يروح هاجم عليك مادة إدمانية تانية أو مادة ملحة تانية تزعجك تاني وتوترك تاني وتبقى أنت مش قادر تستحمل وعايز أنك أنت تجاوب عليها بسرعة جدا وإلا تظل في حالة من الاضطراب لغاية ما يجي لك الإجابة على السؤال دوت ممكن الفكرة دي تتيجي في فكرة في الله سبحانه وتعالى أفكار كفرية عن الله ويعدي يتخيلها ويعدي داق جدا ويعدي مش قادر يستحمل وعايز يسأل فكرة كفرية عن النار تصور لله بالظلم تصور عن مثلا أي تصور متعلق بالقدر متعلق بالنار بيهجم عليه فجأة ويعود يلح عليه يلح عليه والفكرة أحيانا بتيجي لوحدها كده من غير أصلا نص ولا درس ولا أي حاجة فدي أحد صور الوسوسة من صور الوسوسة أنه هو يتخيل أنه هو قال كلمة كفر وهو ما قالش أو قال حاجة بعيدة جدا عن الكفر بس هو يقعد يحكم عليها بالكفر فأتي الشيطان مثلا أنه هو مثلا إيه قال حاجة ففورا يروح داخل عليه الشيطان يقول له على فكرة الكلمة دي ممكن تكون كفر ممكن تكون كفر على فكرة أنت احتمال كبير كفرت على فكرة أنت كفرت 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 فيقعد إيه المسألة تلح عليه تلح عليه وتأذيه ممكن تكون من نفسه ممكن تكون من الشيطان ممكن تكون من الاتنين مع بعض تقعد تلح عليه الفكرة أنه أنا كفرت ويقعد يعني يمتدايق من نفسه جدا وإلى درجة أنه هو يقعد يستغفر ويقعد يقول لا إله إلا الله كتير وممكن يخش يغتسل ويصال ركعتين كمان وممكن الموضوع ده يحصله في اليوم والليلة عدة مرات كل ما يتكلم كلمة في الدين يسوله نفسه أنه كده أنا قلت كلمة حرام أو كلمة كفر أنا حاس أنه أنا استهزئت أنا حاس أنه لا ما قلتش الآية صح أنا غلطت وأنا بقرأ الآية بأنا كده كافر وتقعد الفكرة دي تهجم عليه وبتحلش منه أبدا أو يعتقل أنه فعل فعل كفر تمام ويتخيل أنه عمل فعل كفر تمام زي واحد مثلا مسك المصحف بس ما مسكوش كويس فيقول أنا كده استهزئت بالمصحف وأنا كده كافر وما عملش حاجة ما فيش حاجة حصلت تمام أو أنا كان القرآن شغال وأنا ما كنتش مركز معاه أنا كده كافر ويقعد بقى يعيني كل شوية تجيله إما يتصور أنه قال كلمة كفر أو أنه فعل فعل كفر ويقعد يحكم على نفسه بالإيه؟ بالكفريات فدي صورة من صور الوسوسة إما الوسوسة بتيجي على هيد سؤال سؤال بيقعد يلح عليه جدا جدا والسؤال بيبقى غالبا غريب ومش منطقي أو بيبقى منطقي بس إجابته سهلة وموجودة بس هو عايز يسأله تاني وحتى لما بيتجاوب عليه بعد فترة بيسأل نفس السؤال تاني الشبهة ما بتسألهاش تاني نرجع للشبهة الشبهة الإجابة عنها بتبع مرة واحدة الوسوسة بتلاقي نفسك بتلاقي الموسوس بيسأل نفس السؤال عدة مرات وممكن نفس الشيخ وممكن عدة شيوخ وممكن يبقى بيكتب الإجابة وراك يقول لك اكتب لي الإجابة عشان ما انسهاش ويجيب لك ورقة تانية اكتب لي الإجابة ورقة تالتة اكتب لي الإجابة وشوية يجي يقول لك من يارده اغتسلت كتير أنا حاس إن أنا كفرت أنا حاس إن أنا قلت كلمة الكفر ونفس الفكرة دي بتيجي في الناس عندها وسوسة في الطلاق. يقول لك انا حسيت ان انا طلقت امراتي. انا حسيت ان انا اه النهاردة حسيت ان انا اه مش حاس ان انا ما صلتش على ذلك. بس هي اخطر حاجة بتيجي في الايه? بتيجي في العقيدة. دي اسمها بقى الايه? الوسوسة. اول ما تبقى فكرة فرض عقلي بيتولد ذاتيا مع نفسه كده بيطلع. انا قلت كلمة كفر. انا عملت كفر. انا عايز اجابة على السؤال ده دلوقتي. والسؤال يخلص يجي سؤال تاني. وممكن نفس السؤال يتكرر كتير. وعايز اجابته ومتوتر وقلان ومش حسن الحياة وقفت. لغاية ما يلاقي اجابة على السؤال دوت. هي دي الوسوسة. هي دي ليه الوسوسة? يبقى انا لو وصلت للنقطة دي. يبقى انا كده وصلت لاهم نقطة. اللي هو احنا بنسميه الايه? بنسميه العلاج المعرفي. احنا عندنا نوعين من العلاجة يا جماعة. لا حتى اطباء النفس بيتكلموا في حاجة اسمها العلاج المعرفي. وفي حاجة اسمها العلاج السلوكي. ايه العلاج المعرفي? ان انا اديك وعي الاول. ايه هي الوسوسة? فلو انت دلوقتي فهمت الفارق بين الشبهة والوسوسة يبقى احنا خلصنا العلاج المعرفي. او جزء من العلاج المعرفي وهنكمل فيه. لسه بقى السلوك. اعمل ايه بقى قصات كده? فلو انت مسكت مسكت الوسوسة. يبقى انت ايه? خلصت جزء كبير من الموضوع عرفت ان دي وسوسة. لان احنا بعد كده هتعمل معها تعمل تاني خالص. احنا قلنا الشبهة ايه? الشبهة بتروح تجيبي الاجابة وخلاص وبتهدى وخلاص وبتتعلم وتصلي وبتاع والدنيا بتريح معك. الوسوسة موضوع تاني خالص. بس خلينا نكمل في كم معلومة تانية علشان لسه هنقول ازاي اتخلص من الوسوسة ديت. طيب الحاجة التانية. هل الوسوسة زنب? ده احد الاسئلة. المعرفية. المعرفية. هل الوسوسة زنب? يعني انا لم لو جات لي الوسوسة. سيبك مش شبهة. شبهة خلاص على الدنيا. انا جات لي الوسوسة دلوقتي. في العقيدة بيجي لي الافكار ديت. بيجي لي اه ان انا كافر. بيجي لي ان انا قلت كفر. عملت كفر. هل ده زنب? الاجابة قطعا لا. بل الاجابة انه العكس. الوسوسة فيها اجر. ايه? بجد. ده انا كل ما بتجي لي بستغفر. لسه هقولك. الوسوسة فيها اجر. مش فيها زنب. الوسوسة فيها رفعة درجات وتكفير سيئات. مش فيها سيئات وزنوب. ازاي الكلام دوت? اقول لك ازاي الكلام دوت? النبي عليه الصلاة والسلام. اه الصحابة. ولك في الصحابة ايه? اسوة. الصحابة جلهم وسوسة. الصحابة جلهم وسوسة. طيب هل الصحابة ايمانهم ضعيف? لا. يبقى الوسوسة اصلا مش مرتبطة بالايمان الضعيف. تمام? مش مرتبطة بالايمان ضعيف. ممكن واحد ايمانه عالي جدا. وتجيله الوسوسة. زي الصحابة. راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله انه. ان نجده في انفسنا. تاني. ان نجده في انفسنا. ما يتعظم احدنا ان يتكلم به. يعني بيجي لنا افكار مش قادر اقول لك. ما ينفعش اقول لك. ما ينفعش اصلا احكيها. من فسادها وكفريتها. وفي رواية. ان نجده في انفسنا ما ان تسقط علينا السماء. احبوا الينا من ان نتكلم به. تخيل بقى بيفكر في ربنا ازاي. ايه الفكرة اللي جات له عن ربنا حاجة اكيد صعبة جدا. وحشة خالص. لدرجة بيقول السماء تنزل علي. والله ما اقولها لك ابدا. وفي رواية. ان لنجده في انفسنا ما ان يصير يصير احدنا حمامة من النار. احبوا الينا اتكلم به. والله اتفحم نار. وعمري ما اقول لك انا بيجي في الماغي ايه. ايه رأيك بقى? ايه رأيك? انت احسن من الصحابة? الصحابة جال لهم الافكار الفضيعة ديت. افكار كفر كفر يعني. رهيبة جدا. افكار سيئة جدا عن الله سبحانه وتعالى. ايه بقى كانت اجابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم لا انت بقى استغفر. انت لا انت كده ايمانك ضعيف. لا انت كده وحش. لا انت كده انت كده مش كويس. لا انت لا جماعة تعلمه. لا تعالوا حضروا الدرس بقى. لا انت لازم تركز شوية. خالص. 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 ما انش كده خالص. اجابة عكسية تماما. اجابة عكسية تماما. اجابة خارج كل المتوقع. فقال عليه الصلاة والسلام لهم. قال اوجدتمو كأنه فرح. كأنه فرح. قال اوجدتمو ايه ده بجد انت وصلتو للمستوى العظيم ده من الايمان. اوجدتموه. قالوا. نعم. وهم فاكين بحي عقبهم ولا حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام. زاكا صريح الايمان. زاكا صريح الايمان. الله. الله اكبر. يا ده صريح الايمان. ايه ده. انا كنت جاي فكرك هتضربني. انا كنت فكرك هتخوفني. انا فكرك هتهددني بالنار. انا فكرك هتقولي روح استغفر وتوب وصلي. واطلب علمه وخلي عندك دم وما تفكرش في ربنا كده يا كافر. تقولي انا مؤمن. يعني انا كده كويس. اه. انت كده كويس. ده انت كده ممتاز. بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. انت ممتاز. هتقولي ازاي الكلام ده ممتاز يا عم انت والله ده انا تبيجي في النبي عاياته وش عايز اقولك. النبي عليه الصلاة والسلام هو الال كده. قال زاكا صريح الايمان. قال ده انت كده عديت. ليه عديت? اولا لساعدة اسباب. دليل ان انت ايمانك عالي عدة اسباب. سبب الاول ان اولا كون ان وصلت الافكار دي دليل على ان الشيطان بيهتم بيك جدا وبيهتم بيك شخصيا. وبدأ يركز معاك. يركز معاك ده دليل ان انت حاجة مهمة حاجة جمدة. لشان كده ابن عباس اتسأل سؤال جميل عوي. قيل له ما بالي اليهود لا يوسوسون في الصلاة. ما بالي اليهود لا يوسوسون في الصلاة. فقال اجابة مبهرة. قال ان الشيطان لا يسرق. قال ان اللص لا يسرق البيت الخرب. تاني. قال ان اللص لا يسرق. اكتبوها. ما بالي اليهود لا يوسوسون في الصلاة. ليه احنا المسلمين بنوسوس ومش بنسمع ان في نصراني موسوس ولا يهودي موسوس في الصلاة. فقال ان اللص لا يسرق البيت الخرب. يا عبيت خرابة يخش الشيطان يسره ليه. يخش اللص يسره ليه. فالشيطان هيروح لليه يوسوس له ليه في الصلاة ده هو عصلا شغال كفر مية مية مش احتاجي وسوس له هو حيجي الواحد جامد وكل ما بيزداد قوتك كل ما الشيطان بيديك اهتمام اكتر عشان كده الوسوسة جات لك امتى بعد الالتزام تقولي انا قبل الالتزام كنت ما بواسوس لا في الوضوء ولا في الطهارة ولا في الغسل ولا في الصلاة ولا في عدد الركعات وكانت ماشي حلو تمام ولا في العقيدة من اول ما صلبت العلم وصليت وتبت والتزمت بدأت اشعر بالوسوسة دي نقول له صح ده طبيعي ده لازم ده منطقي جدا لان الوسوسة خدوا للكلمة دي وحنعيدها تاني الوسوسة اصلا سببها ايه سببها الشعور بالتقصير والشيطان بيشتغل على الحتة دي الشعور بالزنب الشعور بالتقصير الشعور بعدم المثالية الرغبة في المثالية هي اللي بتكون الوقود اللي بيشتغل عليه الشيطان ويزكيه علشان يحولوا لاتجاه الوسوسة والشيطان خبير يا جماعة بيعرف كل واحد ما دخله ايه يعني لو لقاك ماشي اصلا بواقع مش ملتزم يعمل لك يزيلك الشهوات يزيلك النساء يزيلك الخمرة يزيلك المخدرات لا لقاك ملتزم ودايس وداخل جامد بصدرك في الالتزام وعلمه وصلاة وبتاع يخشيلك من المثالية من المثالية يقول لك خليك مثالي فانت تفتكر دي خاطرة كويسة فيقول لك لا اتوضى خمس مرات عشان تأكد لا ازود ركع عشان حاسن انت لا شكلهم مش كاملين زود زود لا 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 انت انت ما عملتش كويس عيد تاني لا الفكرة دي السؤال ده مهم جدا انت لازم تشوف الموضوع دوت ولازم تتدخل فيه لا 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 انت شكلك عملت فعل كفري انا شايف احتياطي ان احنا نستغفر ونخش نغتسل احتياطي فهمت فهمت يبقى الشيطان كونه اصلا اهتم بيك من ناحية الوسوسة دليل انه حسبك من ناس الجامدة والجامد مش بيكلمه على الزنة ولا بيكلمك في قال احجاب ولا هيكلمك في خمر بالعكس هيكلمك في الزيادة زيادة بس زيادة في اتجاه غلط هيكلمك في المثالية هيكلمك في التأكيد هيكلمك شد حيلك وتقعد تشد لغاية ما تطلع برا خالص فهمت فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم تمام دي دي شهادة مميزة من الشيطان نفسه والحق ما شهدت به الاعداء فيقول لهم الشيطان بكده شهادة تخدت تصريح الشيطان بيقول لك انت تمام بدليل ان انا بهتم بيك شخصيا فزاكا صريح الايمان طب ايه المعنى التاني لزاكا صريح الايمان زاكا صريح الايمان يعني الايه الكراهية اللي وجدتموها دي هو انت دلوقتي مش انت متدايق من الوسوسة اه رفضها ايوة بتدفعها اه طب او ده دليل على الايمان وعشان انت مؤمن وعشان انت خايف على ايمانك وعشان انت خايف على دينك متدايق من الافكار الكفرية ديت هو الكافر بيتدايق من الافكار الكفرية تاني الكافر اللي بيقول على نفسه كافر ده كل شوية وسوس يكفر نفسه هو الكافر بيتدايق من الافكار الكفرية الكافر بيحارب الأفكار الكفرية المخلص بيوسوس في الرياء ستمائة مرة في اليوم المرأي بيتدايق من الرياء يعني خلاص يا جماعة مش معقول افهم بقى ان ديت مجرد وسوسة زائدة عن الحد تمام فعشان كده قال لهم الايه لولا الايمان اللي في قلبكم ما كنتش انزعكتم من الايه من الوسوسة ديت فقامنا الحتة ديت حتة مهمة جدا بل اقول انا سمعت سمعت اجابة عظيمة جدا للشيخ ابن عسيمين العلامة ابن عسيمين رحمة الله عليه يا جماعة والله العلماء كلامهم غير كلامهم بلسم ممكن تقول لواعد صاحبك انا عندي وسوسة يضيعك لكن تروح للعلماء يديك كلمة والله يتفوقك سمعت اجابة عجيبة والله قال سأله السائل قال عندي وسوسة في الايمان وتأتيني افكار كفرية تخيل اجابة ابن عسيمين قال له ايه تفتكره فقال ابن عسيمين هنيئا لك ايه قال له ايه قال له هنيئا لك ابشرك بانك وصلت الى مرحلة عليها من الايمان هنيئا لك مبارك لك انك وجدت هذه الافكار والله هذا دليل على انك شخص تقي نقي مؤمن ولولا ذلك ما جاءتك هذه الافكار يا سلام ايه الجمال ده ايه الروعة دي ايه العلماء جماعة العلماء بلسم والله العظيم حاجة اجابة ايش رح الصدر اتخيل انا اتفت صدمت انا قلت الشيخ هيشد عليه او لا حاجة بيقول له هنيئا لك بشراك انت ده انت مؤمن انت رجل تقي انت رجل صالح حاجة جميلة بل نقول يعني ان ليه بقول لكم ان دي فيها فيها اجر يا جماعة لان الوسوسة ابتلاء تاني الوسوسة ابتلاء صح والابتلاء قرين الاجر الوسوسة هي مرض العقل زي ما المثلا المغس والسرطان مرض البدن طيب مش الانسان اذا ابتلي بمرض في بدنه يؤجر نعم كذلك اذا ابتلي بمرض في عقله اللي هو الوسوسة يؤجر وفي الحديث ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها عن سيئاته معلش هو الوسوسة دي هو فيه هم في الدنيا زي الوسوسة اسألوا اي واحد موسوس ما مدى الهم اللي بيشعر به ما مدى الغم اللي بيشعر به ما مدى الالم اللي بيشعر به والله الام الوسوسة اشد من الام البدن والله الام الوسوسة اشد من الام البدن وانا رأيت حالات يعني مش عايز اقول لكم وصل المرحلة صعبة جدا ارجو من الله يعني ان يكونوا مع الصدقين من التعب اللي شفوه من هذا الامر فإذا كان الهم بس بيصيب الإنسان بيؤجر عليه ما بلك بوسوسة ملازمة ليه طول النهار والليل شيء صعب جدا بس إحنا نحاول إن إحنا إيه نطلع منها فتأكد يا صاحب الوسوسة أنك مؤمن تقي نقي ولولا ذلك ما جاءتك الوسوسة أنك مأجور طالما في وسوسة مأجور دائما بل خد بال هديك جمان لو أن الإنسان بسبب الوسوسة قصر أحيانا البعض ممكن بسبب الوسوسة في الصلاة بيقولك مش قادر ما قدرتش صليت الفرد بس مش قادر أصلي النافلة تمام؟ فيه واحد مثلا من كتر الوسوسة في العقيدة حصل له تقصير في طلب العلم مش قادر تعبان فنقول له خد بقى الجايزة دي والله إن شاء الله يكتب لك أجر ما قصرت فيه بس طبعا الفرائد تجيبها ما قصرت فيه من النوافل نرجو من الله نرجو من الله أن يكون لك أجر كامل فيما فردت فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وده مرض الوسوسة مرض ولو منعتك من النوافل مثلا فإن شاء الله يكتب لك الأجر كامل عند الله سبحانه وتعالى يبقى احنا جاببنا على السؤال هل الوسوسة زنب لأ هل الوسوسة دليل على ضعف الإيمان لأ خالص بل هي دليل على قوة الإيمان على قوة الإيمان لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيبين إن من دليل قوة إيمانك إن الشيطان مقدرش إلا على الوسوسة ففي الرواية قال لما الصحابة قالوله يعني على الوسوسة قال الحمد لله في الرواية قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة يعني الحمد لله أخرك وسوسة يعني أيها الشيطان الخايب الضعيف إذا أخرك أخرك توسوسلي بس ما تقدرش تطلع الإيمان من قلبي ما تقدرش تدمر ديني وأنا مأجور على هذه الوسوسة وأنا معايا دليل على أن إيماني قوي أخرجت وسوس فلازم تعامل مع الوسوسة كده مع أشطان باحتقار مع الوسوسة باحتقار وده اللي هنقوله كمان شوية تمام؟ يبقى إيه؟ يبقى الإنسان يحاول إيه؟ يفهم المعاني ديد عشان كده بنقول بقى الإجابة بقى هنا تعايزين طبعا المسألة الأهم وهي كيف أتعامل مع هذه الوسوسة أعمل إيه؟ فاكلين الشبهة؟ قلنا الشبهة عادي جدا نروح يسأل جابة خلص الكلام اتعلم صلي خلص الموضوع انسى بقى كل اللي أنا قولته في الشبهة ده انسى خالص الوسوسة موضوع تاني خالص تمام؟ كيف أتعامل مع الوسوسة؟ وطبعا خلينا برضو نفردها عشان الكلام هو حيبقى واحد الوسوسة في العخيدة زي الوسوسة في العبادة الوسوسة في الطهارة الناس اللي بتتوضى ساعة لدرجة انه مش عايز يصلي كره الصلاة مش كرهها يعني كافر يعني مش قادر يصلي الناس اللي توسوس في الصلاة وبتعيد الركعات وبيقعد يقول التشهد خمس مرات والفتحة ست مرات واللي بتقعد توسوس في الغسل وتتقعد ساعتين تغتسل وتطلع ويغتسل تاني يعمل ايه مع الموضوع دوت؟ نفس الكلام نفس الكلام هنقوله هو هو خلاص؟ هو العقيدة زي السلوك في الباب دوت واحد نمر واحد اولا اذا كان الوسوسة في الايه العقيدة كسؤال خد بقى اكتب ديت اياك اياك ان تسأل عن هذا السؤال عكس المتوقع تتوقع ان انا هقول لك اسأل عشان ترتاح ابدا اول شيء اياك ان تسأل اياك ان تبحث عن اجابة السؤال الذي انت عرفت انه وسوسة مش شوفها خلاص اياك ان تسأل عن الاجابة اياك ان تبحث عن الاجابة عن نت اياك ان بسم الله اياك ان تسأل شيخا اياك ان اياك ان تسأل شيخا ليه لانك اذا فعلت ذلك يبقى عملت اكبر جريمة مع الوسوسة اكتبوا ايه اكبر جريمة ممكن تعملها مع الوسوسة الاهتمام ايه ايه اكبر جريمة ممكن تعملها مع الوسوسة الاهتمام ان تهتم بها الاهتمام انك تديها قيمة انك انت تعمل لها لزمة ان انت تعتبرها حاجة لها لزمة اول ما بتديها قيمة وبتعتبرها حاجة لها لزمة بتنمو وتتكاثر وتبدأ تأخذ وضع تمام تبدأ تأخذ وضع فإياك أن تهتم بها لأن علاج الوسوسة هو التجاهل التام وأي محاولة للعبس في كلمة التجاهل التام سيطيل جدا العلاج لا تهتم بها لا تسترسل معها لا تحاول أن تبحث عن إجابة لا تسأل لا تبحث لا تقرأ لا تنظر لا تفكر العلاج هو الإهمال التام إنك تضرب بها عرض الحائط ولا تفكر على أن تجيب عنها لأنها كما قلنا دي مش مبنية على سبب علمي واضح إنما هي شيء قفص في ذهنك بدون سبب فالعلاج أنت تطرده بدون نظر شيء قفص في ذهنك بدون سبب فالعلاج أنت تطرده بدون نظر واحد دخل عليك فجأة وما احترمكش وبيزعجك لحل ترده برة لو أنت اهتمت بي وأستقبلته كل شوية هيخش عليك لكن أنا لو من أول مرة دخل علي بدون احترام بدون وعزعجني وعطلني وكرشته مش هيجي تاني يحترم نفسه بعد كده هيتعلم الأدب كده الوسوية ستتعمل معه كده واحد قليل الأدب واحد مش متربي واحد عايز ياخده على دماغه واحد بيزعجني هعمل معاه ايه برة ده الحل الوحيد اطلع برة ما تخشش هنا تاني أنا عندي موضوع مهم ولا موضوع مهم ولا زفت اطلع برة تاهمين أنا بتكلم ازاي معلش أنا بتكلم بشدة بس والله ده الحل الوحيد اطلع برة عندي موضوع مهم جدا برة ما تخش هنا تاني ولا عندك ايه ما فيش حاجة مهمة دخولك بالطريقة ديت مش صح انت ازعك تاني برة تتردو وما تجاوبوش وما تكلموش وما تسترسلش معاه فهم ده الحل صدقني اي محاولة تانية حتدمرك حتعتقد انت خد بالك بقى من ايه من توابع الموضوع دوت ليه توابع بعض يقولك بس انا بس انا مش بقدر يا شيخ مش بقدر انا مش بقدر انا لو انا لو انا ما تجاوبش علي دلوقتي بفضل حفظ المتوتر على طول غلط دي بقى من الحياة المفهوم الغلط تعتقد يعتقد الموسوس انه لو ما تجاوبش عليه او لو ما عملش الفعل اللي بريحه انهو حيفضل كده غلط 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 الصح انك حتفضل كده فترة سيارة وبعد كده مرة واحدة لا شيء حيروح الفكرة دي هتروح عشان كده من تعريف الوسوسة انها افكار تتولد ذاتيا وتموت ذاتيا تاني اكتبها انا قلت لكم النص الاول بس من التعريف خد النص التاني الوسوسة فكرة تتولد ذاتيا وتموت ايه ذاتيا عملة زي ايه الوسوسة عملة زي الرغبة في 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 الاباحية او الرغبة في العادة السرية واحد جاله فكرة كده عايز اعمل عادة السرية دلوقتي فمسك نفسه شوية وشغل نفسه وكده هيعد عايز يعملها طول حياته ولا هي عشر دقائق وخلاص عشر دقائق ربع ساعة هيهدى هتروح الفكرة من دماغه لان هي لها ايه ساموها بيك لها بيك كده لها قمة مجرد متعدي البيك ديت مجرد متعدي القمة بتلاقيها على طول نزلت بسرعة مش نزلت ببط نزلت بسرعة جدا سرعة جدا انا اسألكوا سؤال بالله عليكم وتجاوبوني بالله عليكم وتجاوبوني انت دلوقتي اللي جالهم موضوع ده وعشان انا ليه عايزك تجاوبني عشان فيه ناس بيسمعوك دلوقتي وعندهم الموضوع ده انا مثلا حصل معايا ومعاكم انا بتوضى دلوقتي حلو فجالي وسوسة ان انا حس ان انا ما غسلتش الحتة دي كويس رغم ان انا غسلها ثلاث مرات فقلت في نفسي طب والله ما غسلها الرابعة وزي ما تيجي بقى انا زهقت انا مش حاكمل مع الوسوسة دي وكملت وضوي عادي وطلعت من الحمام مجرد ما طلعت من الحمام لسه الفكرة موجودة ولا انت في مجرد في خلال دقيقة واحدة راحت مجرد ما دخلت الصلاة لسه الفكرة موجودة لا بتروح فعلا انت في اخر الصلاة في التشهد بعد كده عادت تقول لا انا حسنا ما قلت الشهد كويس حسنا انا عايز اقوله تاني فقلت طب والله ما قيله تاني كفاية بقى ازهقت مش هقوله تاني انا حسلم حتى لما قلتوه الصح انا حسلم وخلاص فروحت فعلا سلمت وقمت وسلمت على الناس ومشيت من المسجد روحت لسه الموضوع شغلك لسه عايز تعيد الصلاة لسه عايز تعيد التشهد لا خلص مجرد ما عديت القمة دي راح راح ولو اعدت كل مرة تعمل كده كله هيروح في عبارة عن فكرة بتطلع بقوة جدا وبتبقى فيك واخدى بيك واخدى قمة وتقعد تلح تلح عليك فانت لو انت تجهلتها طلعي برا تحكلمش معايا مش هديك عقاد نافع والله ما عبرك البيك هتتكسر القمة هتتكسر وبتدي ينزل بسرعة يروح فهي لها اعراض انسحابية الاعراض الانسحابية دي في الوسوسة ممكن تقعد دقائي وخلاص وتروح تمام وتروح منك خلاص بس هيجي لك واحدة تانية الفكرة ما يمشيها واحدة انت مثلا في الوضوء بيجي لك وانا بعمل شعري وانا بعمل ايدي وفي السجود وفي الركوع وفي التشهد انت تقعد تقوم في كله 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 على كده وإلا مش هنخلص كل شوية تطرد الفكرة تطرد الفكرة تطردها وتعدي تطردها وتعدي هتكتشف فعلا ان الافكار بتروح مجرد ما انا بتجاوزها بدقيقة واحدة بتروح مجرد انا اهملتها تماما وما تفعلتش معها راحت لان هو فعلا ده الحل المثالي التجاهل التام التجاهل التام واي محاولة للتفاعل مع الوسوسة هي عملية احياء وبعث وعملية تقوية وتنمية لهذا الوسوسة وانت اللي هتحطم نفسك بنفسك لو استجبت للوسوسة دي فلازم انك انت تطنشها تماما تماما وده اللي بنسميه اه ايه آلية الانتهاء اكتبوها آلية الانتهاء والتجاهل عشان كده حتى في الطب النفسي يعني خد بالك العبارة الزهبية اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام دي خدوها بقى العبارة الزهبية شوف الكلام اللي قالتو ده كله النبي عليه الصلاة والسلام قالها في كلمة واحدة الصحابة قالوله آآ 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 هو بيقول عليه الصلاة والسلام سيأتي الشيطان الى احدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا تمام؟ ثم يقول له من خلق الله ثم يقول له ايه فمن خلق الله هنا بقى بدأت الفكرة الشيطان العقدية الوسوسية تجيله فمن خلق الله قال فإذا وجد ذلك فليستعز بالله ولينتهي فليستعز بالله ولينتهي ما قالش حاجة تتعامل ما فيش أي حاجة تتعامل غير التجاهل فقط ذلك دي من المعجزات النبوية كلمة دي ولينتهي دي من معجزة نبوية لأن الطب النفسي بعد عشرات السنين من دراسة الوسوسة انتهوا إلى كلمة واحدة كلمة واحدة قالوا دي خلاصة علاج الوسوسة سموها thoughts stopping thoughts stopping يعني توقف التفكير هو ده الحل الوحيد الآن لليه بيتكلمه في الوسوسة غير طبعا العلاجات اللي هاتطر الواحد ياخدها كمية عشان يوقف دماغه وحتى العلاجات اللي بياخدها الناس عند أطباء النفسين هي عبارة عن ايه هي بتساعده ان التفكير يوقف يعني اما تعملها لوحدك او الدواء هيعملها فالدواء مش بيعالجك الدواء مش بيعالجك الدواء بيوقف التفكير بس بدليل ان المريض دوت لما بيوصل مرحلة دي لو وقف الدواء الوسوس هترجع له فورا فمن الأول أنا أعود نفسي ان انا أعمل مناعة ذاتية بآلية التجاهل والتوقف بدل ما احتاج لده وافضل طول عمر ياخده سدوني فعلا صح أسماء بتقول الكلام الكلام صعب صعب التنفيذ صعب في الأول بس ده علاج مثالي هو ده الحل يا جماعة يعني أضرب لكم مثال انت دلوقتي الوسوسة دي يا جماعة لما تجيلك اعتبارها زي واحد مجنون بيكلمك واحد مجنون بيكلمك أو انت مثلا عندكم في الشارع عندكم في ولد أهبل لما أغزق وعيل عبيط عيد صغير كده عبيط كل لما يبتنشي الشارع بيغلس عليك بيغلس عليك وهو بقى لما حد بيعبره بيزود فيها فالناس تقول لك بساطة ايه تنشه ما تردش عليه ما تبصلوش هو لما حد بيعبروش بيسكت فبيشوفك بعد كده معدي في الشارع ما يعودش يغلس عليك ليه يقولك ما بيردش علي ما بيعبرنيش فلازم تعتبر ان الفكرة الوسوسية دي لما بتجيلك سواء وانا بتوضى سواء وانا باغتسل سواء وانا بصلي سواء فكرة عقادية ان ده العيل البارد الرزل الغلس اللي في الشارع عندكم العبيط الزغير ده اللي هو الحل معاه انك انت اعتبره جزم قديمة متعبروش وما تردش عليه وما تتفعلش معاه يومين تلاتة وحيزهق وحيدور على غيرك تتفاهمين يا جماعة ولو انت رديت على العيل ده هيعمل ايه هيجيب عيال الشارع كلها معاه ويغلس عليك اللي هو احنا بنسميه ايه ان الافكار الوسوسية بتجيب بعضها وهو ان ما بقى فيش حد بدأ بفكرة بعشرين فكرة مرة واحدة هي الوسوسة بدأت بفكرة ودلوقتي هي عشرة وعشرين وبعد ما كانت في الطهارة بقت في الطهارة والصلاة وبعد ما كانت في الطهارة والصلاة دخلت في العقيدة هو ايه اللي حصل اللي حصل ان الوادي الرزل ده لما لقى انك انت زبون لم العيال الرزلة كلها وبقى كل العيال الغلسة بتستلمك في الشارع عشان انت زبون لكن لو كان اول عيل طنشته كان زهق منك وما جابش العيال التانين فهمت بعض الناس علشان يخفف عن نفسه يخفف عن نفسه الاعراض الانسحابية ديت وده اخطر حاجة بتحصل انتبه بقى وركز معي في الحتة دي كويس في ناس بعض الناس علشان يخفف الاعراض الانسحابية ديت اللي هي بتزعجه معي طبعا الموضوع الفترة دي مزعجة جدا انت عامل زي واحد عامل زي ايه واحد قاعد يخبط على الباب بيخبط على الباب وانت المطروب تزبر وتفتحش فطول ما هو بيخبط انت متوتر طول امتى يمشي بقى صح فانت تقول طب افتح له وخلاصه واستريح هنا دي بقى انضمار الشامل ان مثلا تجي لك الاعراض ديت انت بفروض تزبر شوية لغاية ما هو يمشي فطول طب افتح له بس افتح له كده بص اريحه هيفضل على الباب بقى كان قرب يمشي رحت انت عملت ايه واربت زي ايه بقى سلا هاديكم مثال انت مثلا بتتوضح له بعد التالتة مثلا حسيت ايه قلت طب حاس ان انا ما فايه جت ايه قلت ايه لا خلاص خلاص بعد كده فجالك ايه نفسك بتاكلك تقول طب خلاص ايه المرة دي بس المرة دي بس ايه هتأكد كده المرة دي بس غلط غلط دي مش هتريحك دي حتجدد الموضوع تاني غلط اه طب انا حاس ان انا كل بقى كل صلاة كده حاس ان انا ركعت ركعة مش ركعتين اه زكاة تساجدة مش ساجدتين مثلا اه حاس ان انا ما اقولش تشوت صح طب طب فانت عايز تسلم هتسلم اهو ها هتسلم خلاص قلت هسلم بعد كده قلت ايه طب المرة دي بس بس عشان هستريح بس المرة دي بس عشان هستريح غلط اوعى تعمل كده اوعى تعمل كده اوعى تفتكر انك انت هتستريح لما تديها ايه نفس تقولت المرة دي بس انت كده بتجيب المرة اللي جاية واللي بعديها لازم تطنش تماما لازم تديها لمؤخذة بالجزمة هو ده الحل وحيد تمام اه تجيلك سؤال في دنوقك في العقيدة مش قادر مش قادر طب طب اسأل السؤال ده بس عشان هستريح بس وخلاص ومش هسأل تاني غلط ما تسألش ولا مرة ولا تستجيب ولا تتفاعل ابدا 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 تمام حبيبي فدية مسألة مهمة جدا تمام لا تبالي به لا تبالي به تمام طيب حيحصل ايه بقى مع تكرار الايه التجاهل دوت اه حيموت خد بالك اكتبوا الجملة ديت على ما ينمو الوسواس ينمو على الخوف ينمو على جدران القلق ينمو على جدران التوتر فكل ما يخاف منه الانسان كل ما توتر كل ما انزعج كل ما اهتم به اسداد وتعاظم وتفخم فكل ما انا اقول له لا مش خايف منك لا انا انت ملكش لازمة لا انا مش حاسأل انا مش هعمل عارفين انا عارف تعمل ايه اسمع كلامي والله انا بريحك يجي لك مثلا في الوضوء يقول لك انت ما توضتش صح قل له ملكش دعوة انا عم مش عايز توضى صح يا عم انا عايز صلاتي ما تتقابلش ملكش فيه ملكش فيه انا حر يا اخي انا طلبة معايا اصلي من غير وضوء ليك فيه هي كده لازم تعامل معا كده بسلوب الشارع افكار كفرية يا عم ملكش فيه انا دماغي بايزة بس تقولش انا كافر يعني يا عم انا دماغي بايزة سيبني انا في حالي يا عم انت مالك انا انا مؤمن انا على وضع ده مؤمن انا عجباني دماغي وطنش ومش حاسأل مش حاسأل عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام من العلاجات اللي قالها قال ايه قال فاذا وجد احدكم ذلك فليقول اامنت بالله ورسلي ودي هنقوله في العلاجات السلوكية فليقول ايه اامنت بالله ورسلي يعني لما اقول اامنت بالرسل دي دي ايه دي فايدتها ايه وفي رواية قال فليقول الله 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 الربي لا هشركوا به شيئا الله الله الربي لا اشركوا به شيئا ايه ال去了 ايه الكلمة التي تقوله amal cozb ايه اللي هي بتقوله ملكش فيها يعني بالبلد نصح التعبير اللي هي بتجبس الشيطان بتقوله ملكش فيها يقول لك بس الافكار انتك انتك فرت كده اعمنت بالله وارسل ملكش فيها عارب انت ايه عارب اللي العيل السئيل ده ملكش فيه اطلع منها اعمنت بالله وارسل يا بس انت عرا فكرة انت الحركة اللي عملتها دي كفر انت اختاسل الله الله ربي لو اشركوا بيه شيئا ملكش فيه اطلع منها يا عم أنا بيني وبين ربنا الله الله ربي لو اشركوا بيه شيئا ربنا عالم بي اطلع من دماغي ما توجعش دماغي عشان ما زعلكش والله أقوم أجيب لك 600 ركعة دلوقتي وكهربك ها هتمشي بالأدب ولا روح أجيب أرى لي 6 جزاء دلوقتي هيقول لك سلامة باشا مش هاجينا تاني لكن انت طول ما انت تدي له اهتمام هيقعد معاك عشان كده شفت بقى بص العلاجات فليستعز بالله ولينتهي ويقول الله الله ربي لو اشركوا بيه شيئا يقول امنت بالله ورسله شفت العلاجات ديت كلها بدأنا نفهمها واحنا بنقول كده ليه ويعني ايه ولينتهي هي دي معناها ده فهمتوا بدنا نعمل كده لان هي دي مش اجابة الشبهة واحد يقول لك طب يعني انا ما قلت امنت بالله ورسله هو انا كده جاوبت على السؤال لا ما جاوبتش ان دي مش اجابة دي ببساطة كبسة للشيطان دي ببساطة معناها كبسة للشيطان بتكبسه بس لان اصلا مش مطلوب الاجابة وممنوع الاجابة فهمت فبعت بيه راحيان الحديث دي يقول لك طب انا لما قلت امنت بالله ورسله كده ايه تحلت يعني اه تحلت بيه ان انت كبسة الشيطان ان انت مهتمتش بيه قلت له اطلع برا اطلع برا يا امن انت كفرت على اقول لك بس انت كفرت امنت بالله ورسله اطلع برا اسمعني بس انت اصليمت الحركة اللي عملتها دي بص السؤال ده الله الله وربي لو اطلع برا فهمتوا فهمتوا ليه بنقول كده اعوذوا بالله مش طان الرجيم ما تخشش هنا تاني وعلى كده بقى الطهارة والصلاة ملكش فيه انا عايز صلاتي بطلة انا يا عم بحب صلي الصلاة تلات ركعت انت مالك ها انا بحب توضى غلط مش هعيد مش هزود عن تلاتة مش هجيب ركعة زيادة مش هزجد السجدة التلتة زي كل مرة يا عم انا حر انا بحب صلي الصلاة نقصة انا كده انا متعود اصليها تلاتة ملكش فيه والله الموضوع يخلص هيدبل يدبل 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 لقيت ما يموت يموت وحيقس منك الشيطان ويروح يشوف زبون تاني يروح يشوف ايه زبون تاني لانك انت خلاص دمرت فعلا دمرت فعلا تمام فانت كأنك بتبعث له رسالة انت حقير انت تافه انت ليس لك قيمة انت اخرك وسوسة وانا مش 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 زبون ومش مش سازج ومش هسترسل معاك ومفيش اصلا شبهة في الاسلام قوية ومفيش حاجة اسمها شبهة ملاش اجابة كل انت بتقوله ده هاري وانا مش فضيلك فهمتوا الكلام يا جماعة؟ من الحاجات المهمة انك انت زي ما قلنا تهتم به الاستعازة الانتهاء التجاهل التام والانتهاء الحقيقي ما تطبطبش على نفسك ما تديش لنفسك مخدر وتستجيب لبعض انتهاء تام مش هكذا بعض يقول لك انا انتهيت بس رجعتلي لا غلط يبقى انت ما انتهيتش انتهاء تام مش قصدي رجعتلك يعني ما هي كده هنقعد فترة اكيد بس ما بتتحلش ابدا يبقى انت فشلت في التجاهل التام التجاهل التام شوية وحنطلع ان شاء الله ممكن احيان وعد يحتاج بعض الادوية في المرحلة دية تتساعده بس افضل يحاول يعتمد على نفسه في الاول وقل امنت بالله ورسلي وتقول الله الله ربي لو اشركوا به ايه شيئا خلاص بعد كده احيانا يأتي الشيطان الانسان يقول له انت الوسوسة دي بسبب انك بتقرى خرقان او بسبب انك انت بتطلب العلم فتوقف عن طلب العلم وتوقف عن قراءة القرآن وده الحل لا طبعا غلط تماما غلط اذا جاءك بازي الطريقة لان ده مش حل الوسوسة مش جات لك عشان تتجارى قرآن لان هي اصلا الوسوسة مش علمية مش جاية بسبب زي الشبهة في مشكلة علمية وبحلها هي بتيجي قفزة كده في الدماغ فاقول له لا انا هقرى خرقان برضو واعتردك انت انت تمشي مش القرآن اللي يمشي انت تمشي بيقول لك ما تطلبش علم تقول له هطلب علم انت تمشي وحكمل في طلب العلم تمام بعض الناس بيستجيب بس استجابة تانية يعني اهتمامه بالوسوسة بيبقى بشكل تاني اللي هو ايه انه مثلا جات له الوسوسة في الصلاة فيقلل الصلاة يقول لك هصلي الفرد بس ما انت كده هتميت برضو انت كده برضو هتميت قاوم على قد ما تقدر انا عارف ان فيه ناس مش هيقدر يعمل انا بقوله بالزبط بس على قد ما تقدر قاوم قاوم ارجوك لانك انت حتى لو انت تركت العبادة في محاولة منك لتخفيف الوسوسة عنك ما انت تستجابت برضو ما انت اهتميت برضو ما انت اديت ايه ما برضو ما هي نفس المشكلة تمام يا جماعة قاعد اي اهتمام بالفكرة الوسوسية هو عملية تغزية للفكرة واعطاها قوة واهتمام تمام فما تعملش كده مثال اديكم مثال على واسوزة بتحصل لنا كلنا انت انت اه اه كنت بتكوي الهدوم خلاص بعد ما تكويتي الهدوم حصل ايه شلتي الفيشة فشة المكوة روحتي الحمام جالك في دماغك انا حاس ان انا ما شلتش فشة المكوة كرسة فشة المكوة بتروحي تبصي على الفيشة تلاقيها متشالة وانت نزلة من الشارع قفلتي الباب وبقى كده لا انا حاس ان انا ما شلتش فشة المكوة نرجعها تاني نشيل فشة المكوة وهي متشالة اصلا ما احنا شفناها من شوية وبعد كده طب انا عشان استريح انا هشيل المكوة كلها وهوحطها تحت السرير عشان اه ابقى انا متطمنة انا في الشارع ما يجي ليش الفكرة دي ان انا ما شلتش فشة المكوة حسنا سيبك كلية وفي نص المحاضرة وارجع اشوف فشة المكوة مش هنخلص مش هتخلصي هتعيش في دمار بتلافسك بتخبي المكوة وبتخبي التلاجة وبتخبي وحنعمل ايه معدقة اسمه ايه اسمه ما باخد اجراء معدقة اسويسة برضو بس اخف شوية صح فلا ما فيش اي تفاق خلاص هي انا شلت المكوة قبل ما تسيبي المكوة طميني هاي ادي الفيشة شلتها خلاص ما تجيلك فكرة ما تجيلك انسى الكلام فكرش فيها تمام فحاجة سوية يعني فانعايز اقول ان ان احيانا الشيطان بيستغل الخوف دوت فمثلا انا دلوقتي صليت العيشة خلاص وانا اصلا عندي وسوسة في الصلاة او في الوضوء فخلاص صليت العيشة وبتعفاء فبالليل مثلا قلت اقوم ايه اصلي بالليل فجف فالي هخش الحمام وحتوضى وحقعد نص ساعة بتوضى برضو وحصلي وحوسوس في الصلاة طب انا ايه انا علي من دب ايه خلاص لا اتوضى ولا اصلي وخلاص كده احنا بندي يا جماعة مدد مدد للايه مدد للفكرة الوسواسية فاهمين بنعطي مدد للفكرة الوسواسية اه قبل ما اخش اصلي من كتر خوفي ان اللي عارفة اللي هيحصل في الصلاة ولا مش هصلي طب ما وده مدد برضو النفس الفكرة الوسواسية تمام قبل ما اقرأ قرآن ما عارفة اول ما اقرأ الايات ما هو الخوف ده هو اللي بيستدعي الوسواسة الخوف هو نفسه هو اللي استدعي الوسواسة لان انا اصلا انا داخل مستعدة وسوس لكن اذا لو انا داخل بقى مش فارن معايا انا داخل اخش اتوض في دقيقة واجري وخش صلي وشوف هيحصل ايه هتنا يفسك الله طب ما انا توضيت اهو ما حصلش حاجة اللي اما انا صليت اهو ما حصلش حاجة خش عالقرآن اقري وما فيش في بالك ان انا حواسوز دلوقتي وقري عادي تمام خلاص طب ما حصلش حاجة يبقى هو اصلا نبت على خوفي نبت على توتري نبت على قلق يبقى انا استعيز بالله اعمنت بالله ورسلي الله لها ربي لو اشرك به شيئا انتهي ما خفش ما توترش ما قلقش لان هو بينمو على توتري وخوفي وقلقي اخر حاجة تقريبا اقول لنهاردة وهي العلاج بالوساوس النافعة انصح التعبير اول نحن نقول بالافكار النافعة زي ما قلنا في اول الكلام ان نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وان المخ ده عبارة عن مكنة افكار فلو انت مش حاطت فيها حاجة هي حدارة على اي حاجة بقى اي حاجة تدخلها والشيطان هيجي يرمي اي افكار فتخش معاك فمن الحلول ان انت دايما انهمك انهمك في فكرة تشغلك يعني عايزك وانت بتتوضى بتكون بتفكر في حاجة مفيدة من كتر ما هي شغلها يعني اشغل نفسك بالدعوة الى الله اشغل نفسك بعمل اجتماعي اشغل نفسك بتكوين علاقات جديدة اشغل نفسك بهوايات اشغل نفسك بمذاكرة اشغل نفسك بطلب علم بحيث ان انا ممكن اصلا وانا متوضي ببقى سرحان سرحان عن الوضوء نفسه لدرجة ان انا توضيته ما خدتش بالي من كتر ما انا دماغي اصلا بتفكر في حاجات تانية تمام فانا اقتردت الافكار الوسواسية بان انا اصلا دماغي مش فضيالك ومش ريئة ومفهاش مكان للفكرة الوسواسية فكل ما لانشان شغل نفسه بافكار نافعة كل مكان عشان كده من الحياة المفيدة في الصلاة الخشوع تدبر القرآن يطرد الفكرة الوسواسية تدبر الاحاديث تدبر السنة تدبر الوحي ما يبقى بتبص الوحي على انه مادة وسواسية بتبص على انه فيه صلاح قلبك بتسمع قصص الانبياء بتسمع الجنة والنار مش بتفكر في الاسئلة الغريبة لا بدأت فعلا تتفاعل مع افكار تدبرية نافعة طردت عنك الافكار الوسواسية يبقى انشغال بالإيه؟ بالوسواسة النافعة واخيرا اياك اللي عنده الموضوع ده اياك والمواقع التي تتكلم عن الشبهات او الفيديوهات اللي بتتكون لها مع الشبهات او اي حاجة بتعرض شبهات لان انت مش ناقص لان انت مادة خميرة بينمو فيها الوسواسة فمش ناقصة فما تسمعش اي فيديو فيه شبهات ما تسمعش تخش اي موقع فيه شبهات ما تقراش اي كتاب فيه شبهات اتعامل مع الحق بس ايه بعد عن الايه؟ عن شبهات اهل الباطل كلهم لغاية ما تخف مبدئيا عشان انت خميرة فدي بزور فما فيش داعي انك تعرض نفسك للايه للحتة ديت ولو مؤقتا خليك مع الحق بس اسمع الحق بس ما تخشش في الايه في الحياة اللي هي فيها شبهات اهل الباطل علشان انت عندك استعداد يعني هو الكلام كتير للأسف ويمكن ما اتكلمنا بس طلعنا بالوسواسة بس ما اتكلمناش لسه في الافكار اللي هي مش وسواسة بقى الخواطر وتعم معها ازاي يمكن يكون لها لقاء تاني بس عموما دي نصيحة لله وللرسول لله سبحانه وتعالى ارجو من الله نفعه يوم القيامة وطبعا اصدلنا بالوسواسة مش اصدلنا بوسواسة ما نفعه ان هي وسواسة اصدل الافكار النافعة يعني اشغل عقلك بالافكار النافعة مش وسواسة يعني تمام يا رب يكون الموضوع ده كان نافع واسأل الله القبول والسداد جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد الله اللي انت استغفر اقتبليك